العلاقات والصلاة الاجتماعية وترعاها الملكة كاملة الحدث الرئيسي اليوم هو حفل موسيقي ساهر مساء هذا اليوم ينظم في قلعة ويندز إلى الغرب من لندن ويحضره عشرون ألف شخص ويبث عبر التلفزيون من الأسماء الفنية ومن النجوم المشاركين ليونيل ريتشي وكيتي بيري وآخرون من دنيا الغناء والموسيقى خاصة منهم المفضلي لدى الملك تشارلز الثالث سأتحول بكم الآن إلى قلعة وينزا ومن هناك ومن فريق مرسل بي بي سيا زميل عصام عكريماوي عصام لا يزال الوقت مبكرا طبعا عن موعد الصهرة لكن الأجواء لا شك فيها ما ينبئ بأهمية هذا الحدث بالفعل رأينا أناس بدأوا بالوصول إلى هذه المنطقة منذ ساعات الصباح الباكر كانوا قد حصلوا على بطاقاتهم من خلال القرعة نظام القرعة لذلك جاءوا من مختلف أنحاء المملكة المتحدة إلى هنا للمشاركة أو لحضور الحفل الساهر الذي يبدأ في الساعة الثامنة مساء بحضور عدد كبير من أسماء في عالم الموسيقى والغناء منهم كما ذكرت ليونير ريتشي فرقة تيك ذات كيتي بيري وغيرهم الكثير من المشاهير الذين سيكونون هنا بالإضافة إلى الأشخاص الذين تلقوا الدعوات في إطار الاحتفالات بتتويج الملك شارلز الثالث والتي كما ذكرت في المقدمة نور هناك ما يسمى بالبيج لانش في مختلف أنحاء المملكة المتحدة هنا على مقربة منها يوجد احتفال موازن لهذا الناس الذين لن يتمكنوا من الدخول إلى هنا الدخول إلى هذه المنطقة مقيد وفقط يتم الدخول بواسطة بطاقات خاصة كما يسمح فقط لوسائل الإعلام التي حصلت على ترخيص بالدخول إلى هذه المنطقة الجو حتى الآن يبدو غائما نأمل أن لا يكون هناك سقوط الأمطار الأمر الذي سيؤدي ربما إلى إفساد هذه الحفلة نوعا ما بالنسبة للإجراءات الأمنية التي تشير إليها هي امتداد لما شهدناه في لندن يوم أمس هل هناك أي أثر للحركة الجمهورية إذا جزت التعبير أو لتلك الأصوات التي تقول ليس ملكا علي شارلز الثالث ليس ملكا علي في منطقة وينزا وهي طبعا مقر أو معقل رسمي للملكية وتاريخي للملكية في بريطانيا نعم نحن نقف أمام القلعة الشهيرة هي في الخلف هناك وهي القلعة التي دفنت فيها الملكة الراحلة إليزابي الثانية إلى جانب زوجها عند حضورنا إلى هنا في صاعات الصباح الباكر لم نرى محتجين هنا لكن الأشخاص الذين رأيناهم هم الذين جاءوا للاستمتاع بهذا الحفل بالإضافة إلى أعداد كبيرة من رجال الشرطة المنتشرين في الطرق المؤدية إلى هذه المنطقة كان هناك احتجاج بالأمس في ميدان الطرف الأغار في وسط لندن والأنباء قالت أنه تم اعتقال حوالي 52 شخصا من جماعة ريبابليك أو الجمهورية وهم الذين يطالبون بتغيير النظام في بريطانيا من الملكية الدستورية إلى الجمهورية بحيث يكون رئيس أو رئيس البلاد شخص منتخب لكن الاحتفال بشكل عام غطى على هذه الجزئية بالنسبة لوسط لندن بالأمس ورأينا احتفالا كبيرا كما تبعناه معكم نور وكان هناك مشاركة كبيرة شعبية بالإضافة إلى الوفود الرسمية سأدعك تغادر عصام عليك تصيب شيئا من الغداء الكبير لديك أمامك يوم طويل من التغطية بانتظار الحفل الساهر شكرا جزيلا عصام عكريماوي مراسل بي بي سي من وينزا إلى الغرب من لندن شكرا لك